توصل مصر تكتيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري المزيد يطلعن عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري هي لازال الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على الأشقاء الفلسطينيين بعدم السماح بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية التي تجهزها مصر يوميا لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة فعلى الرغم من دخول ما يقرب من 96 شاحنة اليوم متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لم يقبل الاحتلال الإسرائيلي سوى بتسعة عشرة شاحنة فقط وتم رفض إحدى شاحنات الأدوية التي كانت تدخل لأهالي في قطاع غزة وهنا يتم التضييق بشكل أكبر على القطاع الصحي ورغم أن مصر تقوم بوضع المساعدات الحيوية في مقدمة الشاحنات التي تدخل مثل الأدوية والمواد الجذائية والوقود إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعودة هذه المساعدات الحيوية فعلى الرغم من النداءات المستمرة من داخل قطاع غزة بضرورة توفير شاحنات الوقود وأيضا الأدوية نظرا لقرب خروج محطة الأكسوجين عن الخدمة فبالتالي يتم إتلاف عدد كبير من الأدوية الموجودة في الثلاجات فكانت مصر تدفع بهذه الشاحنة التي يوجد بها عدد من أطنان الأدوية لكن عادت ورفضها الاحتلال الإسرائيلي لازال أيضا الخناق يتم على الأطفال بسوء الأغذية وأيضا الحديث عن أن أكثر من 35% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب نقص المكملات الجذائية وأيضا المكملات العلاجية فيما يتعلق بالوضع الميداني يعني بلدة الشوكة في مدينة رفح الفلسطينية تعرضت للقصف منذ قليل بالإضافة إلى دوية الانفجارات التي كانت تسمع منذ صباح هذا اليوم في المناطق الغربية الشرقية عفوا القريبة من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفي هذا الصياق أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر خلفت 34 شهيد بالإضافة إلى 71 مصاب وعلى أي حال لازالت الجهود المصرية مكثفة للضغط على الجانب الإسرائيلي بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات المصطفى أمام بوابة معبر رفح البري بالإضافة إلى الوصول للمسار التفاوضي لوقف إطلاق النار داخل قطاع الجزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى